مشاهدين الألعاب كثيرة ورائضات كثيرة بتمارس داخل جهاز الرياضة للقوات المسلحة ويحصلوا الشباب ومتخبات العسكرية على بطلات ومديليات أولمبية ودولية ومحلية وإقليمية احنا معانا منتخب مصر العسكري للسلاح السيف المبرزة ومعانا المدير الفني الدكتور سيد أهلا بك دكتور سيد أهلا يا فندم أهلا بك حضرتك نعرف السيد المشين بسرطك أستاذ الدكتور السيد سامي أستاذ بكل التربار دي جامعة طنطة والمدير الفني المنتخب مصر للسلاح السيف المبرزة وطبعا أشرف بإدارة الفنية لفريق سلاح السيف المبرزة بجهاز الرياضة للقوات المسلحة المؤسسة العسكرية بالهايكستب دكتور سيد آخر بطلات الشباب والأبطال دولي حصل على أولها إيه احنا لسه خلال الموسم الحالي الحمد لله عندنا كان عندنا الجراند بري جايزة كبرى للمرحلة العمومية للرجال وبطلنا محمد السيد حصل على برونزية بطولة الجايزة الكبرى كانت مقامة في كولومبيا وديك تعتبر من البطلات المؤهلة لدورة العمومية باريس وذات مستوى فني عالي جدا وديك تعتبر المرة الأولى في تاريخ مصر من سنة 1928 من تاريخ إنشاء الاتحادة مصر السلاح إن احنا نحرز الماديليا في الجراند بري أو الجهازة الكبرى دكتور سيد السؤال الأخير بعد كده ننتقل على معانا الدعم اللي بتقدمه القوات المسلحة وجهاز الرياضة القوات المسلحة لمنتخب السلاح سيف المبارسة حقيقة يا خانت يا خطة طاولة المادة احنا بدئين في جهاز الرياضة القوات المسلحة من 2008 جميع الناشئين كانوا موجودين في خلال مشروع تابع جهاز الرياضة قطاع البطولة بهيئة تدريب قوات المسلحة ثم بعد كده جهاز الرياضة تولى من خلال لجان التخطيط والمتابعة ووضع الخطط ورؤية مستقبلية لولادنا وبالفعل جهاز الرياضة الدعم بشكل كبير جدا سواء معنويا أو سواء ماديا أو بجميع المجالات وفيه تحفيز بشكل فائق لجميع اللعيبة دكتور سيد عندنا بطولات قريب تخليمه عسكر بإذن الله يوم 29 عشان عندنا يوم 6 بإذن الله بطولة أفراقيا في المغرب بإذن الله ديت علشان تحسين التصنيف أو الحفاظ على التصنيف لدورة ألعاب اللومبية باريس 2024 وفي خلال دكتور سيد شوف الأبطال نتعرف عليك أنا اسمي محمد محمود ياسين لعب منتخب مصر للسلاح وبطل عالم الناشئين تمام هنا أنت منتسب للمدرسة العسكرية الرضيعة أو المؤسسة العسكرية أنا في جهاز الرياضة وقوات المسلحة تمام وإيه اللي بقى تجربتك مع الجهاز الرياضة والله طبعا أنا حايا بشكر جهاز الرياضة والتحاد المصري للسلاح والوزارة على الدعم المستمر لنا وأن في الفترة الأخيرة فعلا فيه اهتمام عشان نعرف يعني نطلع أحسن أداء ويليق بإسم مصر أن احنا نعرف نشرف البلد ونعرف نوصد المدرسة كان إمتى؟ بشهر ديسمبر يلا الله بالتوفيق أشوف زميلك كامتن سباع خير؟ صحر النور تعرف عليك؟ أنا إسلام وساعب فتاح لعب منتخب السلاح سيف برزة وبطل عالم الناشئين تحت 19 سنة لو رجع بك الزمن تقول لها خش المؤسسة العسكرية وجهاز الرياضة؟ أيضا طبعا عشان هما دائما في دعمنا آني وبيحاولوا يعملوا الدران لي عشان احنا نكمل في البطولات ونحاق البطولات الدولية أكتر يعني أكيد آخر بطولة اشتركت فيها ايه؟ آخر بطولة كانت بطولة العالم في السعودية في الشهر اللي في الشهر الرابعة وقدرت لها حاقة فيها بدري الفود بالتوفيق بالتوفيق نشوف كابتن قل لي اسمك ايه؟ أحمد السيد سامي لعب منتخب مصر السلاح سيف مبارزة ومؤسسة العسكرية في هاكستب قل لي بقى الدعم اللي بتقدمو لك المؤسسة العسكرية في هاكستب ايه؟ عشان تاخد بطولات في السلاح والسيف المبارزة هو أولا يعني شرف كبير لنا وفخر لناك اللحيبة ان احنا نبقى تابع منظمة كبيرة زجاز الرادة لقاتل مسلحة ده بيدينا دافع وبيدينا ميزة عن بقية اللحيبة في اي نادي ثاني في الجمهورية مصر العربية شارك في البطولة اللي جالي في المغرب ان شاء الله؟ بإذن الله بتوفيق افريقيا ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله نشوف كابتن سواحك عبركي كله تمام؟ عمدو الله اسمك ايه؟ محمود السيد لعب منتخب مصر ونادي مؤسسة العسكرية في هاكستب قل بتتضرب كم ساعة في اليوم هاكا نتمرن ست يام في الاسبوع ويوم الجمعة بس اللي راحة يعني طول الاسبوع يعني كل يوم اه تعب ومشقة بقى كيلة طبعا طبعا قول لي بقى يعني تجربتك مع المؤسسة العسكرية في هاكستب بي ايه؟ طبعا كيان كبير بيوفر لنا كل الامكانيات عشان نحقق مدليات في البطولة الدولية هتشارك مع زميلك ان شاء الله في بطولة افريقية في بغرب ان شاء الله بيتوفيق ان شاء الله كابتن تعرف عليك يوسف محمد شامل لعب منتخب مصر السلاحة في المارزة والنادي مؤسسة العسكرية في هاكستب تمام قول لي بقى تجربتك ايه؟ لا نادي مؤسسة العسكرية يعني بيقدم دعم معنوي ومادي كبير جدا لنا عشان يساعدنا يعني في التجهيز للبطولات اكيد في زميل تاني منك في المنتخب مصر بس مش منتسبل للمؤسسة العسكرية الرضية بتقولهم ايه او هم بيقولولك ايه؟ يعني وما بياخدوش نفس الدعم اللي احنا بناخده فيه طبعا فرق كبير جدا وفي الاهتمام كمان بالتوفيق ان شاء الله كابتن انت البطل اللي اختلنا مديلية او حاجة زي كده؟ دي هيا ابطلت جهزة كبرى في كولومبيا من شهر تمام تمام وما اللي بقى تجربتك مع المؤسسة العسكرية في هاكستب بايه؟ والله تجربة رائعة الكلامين مش هيختلف عن كلام زملائي يعني حب نشكرهم على الدعم المادي والمعناوي اللي هما بيوفروا هولنا ويعني محزوزين ان احنا بنلعب باسمنا دي مؤسسة العسكرية ان شاء الله هتجبونا مديلية اي بقى من المغرب بقى ان شاء الله لا قدرى وعيدك بدنا احنا بنعمل اللي علينا وندي اقصى قودينا وان شاء الله لنتي قاعدة ربينه ان شاء الله بإذن الله موفقين بإذن الله شغل تورسي شكرا شكرا شكرا